بين التشاؤم والمقاطعة الكاملة تتراوح آراء العراقيين إزاء الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في حزيران المقبل أسباب متعددة فاقمت من أزمة ثقة المواطن بالمنظومة الحاكمة أبرزها استشراء الفساد في جميع مفاصل عراق ما بعد عام 2003 فلا بوادر أمل بولادة تغيير حقيقي تلوح في الأفق القريب يقول الشارع العراقي هو تحدي لكل العناصر الفاسدة الموجودة في داخل الحكم السياسي موجود إذا كان في قبة البرلمان وإذا كان في رأسة الوزراء المقصرة تقصير كبير جدا في تجاه المواطن العراقي هناك أزمة ثقة موجودة ما بين الشارع العراقي وتجاه المؤسسة التشرعية متمثلة بجميع رأسات الثلاث الانتخابات المباكرة النزيهة كانت ومزالت أحد أبرز المطالب التي رفعها متظاهر ثورة تشرين لكن بشروط واضحة ومن أول هذه الشروط تغيير جميع الوجوه السياسية وحل البرلمان بالكامل وإنهاء النفوذ الأجنبي لسيما الإيراني بجميع أشكاله من خلال القضاء على الميليشيات وحيتان الفساد السياسي بصنفها المتعددة مطالب لن تتحقق بحسب جميع المعطيات على أرض الواقع ففي الوقت الذي أقر فيه البرلمان الحلي قانون الانتخابات الجديد بصيغته التي تعتمد الدوائر المتعددة تتحدث قوى سياسية عراقية مختلفة عن حراك برلماني لكتل عديدة من أجل الطعن في القانون والمطالبة بتعديله في محاولة لتأجيل موعد الانتخابات التي يحوم حولها شبح الفساد والتزوير المبكر وفي المحصلة ترسم وعود الكاظم الإعلامية الوهمية ملامح عملية الانتخابات المقبلة فبحسب متابعين للشأن العراقي فإن الحديث عن أمل بالتغيير من خلال انتخابات تسيطر عليها أحزاب وميليشيات تابعة لإيران هو ضرب من الجنون ولا حل للشارع العراقي سوى مواصلة ثورته لإسقاط كراس النظام السياسي المترنحة تحت تأثير التبعية والفساد